اليوم سيد الوزير الأول جاب بالنا بغنا برنامج بيان سياسة لعمل حكومة. لكن اليوم نكون فضل اني انتكلم معاه على بيان سياسة لعمل الشعب. يكون افضل لكن الشعب هذا لازم انتفخوا يكون نفس الشعب اللي انتكلمي الله هنolly هو نفس الشعب اللي انتكلمي ا marshm كانوا مع بعض النبك في خارطة واحدة. انا و جبهة المستقبل لي اني ممثل الجبهة المستقبل. نقوله اولا على بيان سياسة أن هناك خرق سارخ للدستور. المدى 1998 يواضح. تقول لك كبيري بعد ما تدير برنامج الحكمة تقدمه هنا في البرلمان بعد مره سنة تجيب الحصيلة وتجيبنا بيان سياسة العامة لكن عندما تجيب لي سنة 2014 أو تجيب لي إنجازات من سنة 1999 قدر تقولها في مكان واحدة وبيان سياسة العامة ما هو مكانها. كذلك عندما تتكلمني إلى إنجازات عظيمة لا ننكرهش لكن فقط نقول لك هل هذه الإنجازات العظيمة والكبيرة الأموال تستطائلة عليها؟ هل هذا سؤال موجه لك؟ هل نفسها؟ هل تقاربها؟ هل توزيها؟ هذا هو سؤالنا لرامة المرح وكذلك نحب نرجع لك النفس البيان ونقول لك البيان تعكراه يفتقر يفتقر إلى المصداقية من أقامتها غير واضحة شريك لما تبدأنا من تدقونا قاربت التي قاربت 300 مليار لأكثر من 200 مشروع فاقت 400 مليار حوالي 41 مليار يعني لا يوجد أي شيء محدد لا يوجد أي شيء محدد في البيان قادر تضبطها لنا وكل قاربت حوالي أكثر مما أكثر من 200 مليار أكثر من 200 مليار أكثر من 200 مليار لذلك أنا أقول لك بيانك مشكوك فيه وكل الأحصائيات المديتها هنا مشكوك فيها للأسف لأنك لم تقدر تتحددها كما قلت نتكلم على شعب واحد وحب أن نقول لك السيد الوزير الأول أن الشعب لا يوجد فرحان وذلك نعطيك له ما هو فرحان الشعب لا يوجد فرحان لما تزاد معدلات البطالة الشعب لا يوجد فرحان الشعب لا يوجد فرحان لما تكون القدرة الشرائية ضعيفة وعندما راتبتعه اللي تكلمنا عليها من قبل مش راتبتعي ولا تائك راتبتع الشعب الزوالي اللي منذ 500 و18 و12 مياه وتكلمنا وتحدثنا كما تكون زيادات والسنينة ولكن لما راتبتعه لا يكفيش ويمارس الحياة اليومية والعادية الشعب لا يوجد فرحان لما الصحة تكون مريضة الصحة وتكون مريضة لما كل الشخصيات الوطنية تخرج الدوية في الخارج لكن المواطن البسيط يقول هنا ونقولوا شبيرين نكذبوا الارواحنا لأنه بزاف من الشخصيات يموتوا ويجيبوا الجثمان تاحا من الخارج لما صحة نقولوا هرا هي مريضة لما نجدوا هذه الأمراض هذه بوحمرون لتجاوزها الزمن والخوليرا وما زال ربي عافينا بعض الأمراض اللي ينتمنى وأنها ما تسرناش الشعب لا يوجد فرحان لما مجلس المحاسب يجي قدام النواب يقول كين خروقات كين تجاوزت ولا كين تكون حتى محاسبة هنا الشعب يكون موش فرحان نعم يكون موش فرحان لما وزيرت الاتصال توقفوا تقولوا أنا نصدروا الانترنت نصدرها الخارج وكين بعض البلديات وبعض القوى والمشاة الإيران مأزولة تماما ما أنتمش تفاية تصلب بعضهم ما أنتمش ولا متعامل هنا الشعب يكون موش فرحان الشعب موش فرحان لما وزيرة تروض وتمنع صلاة في المدرس رم أنه رسول عليه السلام قال علموهم إلى سبعة وضربوهم إلى عشرة وقانون يحمي يقول في كل مدرسة لازم تكون موصلة هنا الشعب يكون موش فرحان نزيد لك الشعب إلى موش فرحان الشعب موش فرحان لأنه حرق مواطن الزوالي لي موش قد ويروح حتى الإنسان الطبيب والقاري والفهم يحرق بالفيزا إنه عاد يشوف مكانش أمل في البلاد هنا الشعب يكون موش فرحان الشعب موش فرحان لما ديناتها كل يوم يتهاوى بسبب السياسة اللي هاكم ديناتها هاكم تطبعوا وتطبعوا ما عندنا شخص طبعتوا ولا قدهم زلتوا تطبعوا ولا الوقتها تحبسوا الطبيعة الشعب هذا سيكون موش فرحان الشعب موش فرحان لما لا يلقى دول احتياجات الخاصة يلقى هم ميتين يلقى الأرامل والمطلقات أموالهم لا تقوم بهم حتى يعقبوا اليوم تحم لكن أرمشي هذا نقول لك الشعب موش فرحان كذلك لما تسويت وضعية شباب الخدمة الوطنية مكانش خدتوهم ثلاثين سنوات ومربوطين أنا فقط نحب نقول أرمشي هذا أن الشعب موش فرحان لكن مازال يحلم أنا وجبهة المستقبل والشعب كل مازال نحلم نحلموا باش نبنيوا دولة قوية نحلموا الحكومة استجيب لانشغلات طموحاتنا نحلموا الشفافية والمصدقية ويرجعوا الثقة بينكم وبين المسؤول وبين الشاب نحلموا بصحافة وإعلام ما يخافش ينقل حقائك كما هي بلا ما يخاف نحلموا بعودة العدلة الاجتماعية نحلموا بعودة لأمان هذا هو شيء أنا نحلموا به تريد حاجة نحب نقولها لكم كل إنجازات تعكم العظيمة والله العظيم ما تساويش دمعة أم ما تساويش دمعة أم ما تساويش دمعة أم ووووووووو مب steek مب